اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية ومؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وزي ما كنا بنتكلم لسه حالا أنا وزميلاتي العزيزات على النهاردة كده هو آخر يوم لينا في الانتخابات تبقى للاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية المصريين نزلوا ينتخبوا رئيس مصر القادم وهنا يمكن هستأذنك في ان احنا يعني نتكلم في موضوع بدأنا فيه امبارح وهو يا ترى هل ترى ايه السر وراء الاقبال الكبير على صناديق الاقتراع ولازم وانت بتفكر في هذا السر او تحاول ان تحلل هذا المشهد اقولك انه المشهد الفلسطيني لم يغيب على الاطلاق عن مصر اطلاقا ولن يغيب لانه الواقع الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الواقع المصري ويمكن لحد دلوقتي انت كنت معايا ومع زميلي وسامع وشايف ان مصر بتأكد على انه مصر ترفض رفضا مطلقا غير قبل لاي منقشة اي محاولة لتهجير اخوانا الفلسطينيين للاراضي المصرية وبالمناسبة ده جزء من الاسباب التي ادت الى ذهاب كسيف الى السناديق ازاي؟ شوف المصريين شافوا الدولة وهي بتتحرك في تلت اتجاهات متعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة في الوضع الراهن واللي بدأ من يوم 7 اكتوبر ومستمر للأسف حتى هذه اللحظة وللأسف طبعا لان وحشية الاعتداءات لا زالت مستمر مصر اتحركت في الاتجاه السياسي الواضح ورفضها القطعي والكامل لتهجير الفلسطينية وفي نفس دات السياق السياسي مصر كانت واضحة بانها هتقف امام كل محاولات تصفية القضية يبقى هنا ادي كده زاوية السياسة في القضية طيب زاوية التحرك الدبلوماسي وتحركات الدولة المصرية بكل مستوياتها ومؤسساتها المعنية واجهزتها المعنية مع كل دول العالم كل دول العالم علشان تقدر توصل للمشهد اللي يمكن حضرتك لسه بتتابعه لحد دلوقتي انه عندك رأي عالمي يتظاهر لاجل القضية والاجل حق الفلسطينيين في ارضهم ده واحد ولاجل حق الفلسطينيين في الحياة وده اتنين وهو الشيء المهم اللي يجرنا على نقطة تانية هقولهلك بعد شوية والتحركات الدبلوماسية اللي غيرت او التحركات المصرية زاوية لك على كل المستويات من المستوى الرئاسي للمستوى الخارجية نواب يتكلموا اجهزة مؤسسات معنية صحافة واعلام الكل كان يتحرك وبالتالي حتى ما هو غير الرأي العام ألا وهو على مستوى الحكومات والانظمة الحاكمة فبدأت الرؤى ايضا تتغير فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني فبعد ما كان في اتفاق كامل مع الاحتلال الصهيوني فيما يفعل أصبح هناك فيه تراجعات في هذه المواقف وهذه الرؤى وهذه الأراء فأصبحنا بمتناقش على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وأصبحنا بمتناقش على انه ضرورة ايجاد حل يصل بنا الى ده حل الدولتين طيب ادي كده التحرك الدبلوماسي التحرك الثالث وهو التحرك الانساني وانا قدر اقول انه ايضا التحركات الدبلوماسية المصرية على اختلاف مستوياتها من اعلاها لكلها اذا صح التعبير والتحرك بتاع الاعلام والصحافة المصرية ادى الى انه شحد الرأي العام الدولي في اوروبا وفي امريكا وفي كل حتة عشان الناس تنزل الشوارع ونفضل محافظين على هذا الزخم زخم ضاغط على الحكومات حتى لا تتراجع اذا كان في حكومة خدت موقف جيد فلا تتراجع عن موقفها واذا كان في حكومة واخدها موقف غير جيد فعليها ان تغير هذا الموقف بسبب الضغط الشعبي اللي مفروض عليهم من قبل مواطنهم ومن هنا كان التحرك الانساني المصري واسرار الدولة المصرية على ضرور الدخول المساعدات الانسانية للقطاع بكل اشكال هذه المساعدات ويمكن طبعا كان مرهون او مقترن به ما بين ما هو انساني وبين ما هو سياسي هي المسألة بتاع التبادل الاسرة او المحتجزين من الجانبين المواطن المصري شاف دولته بتعمل كل ده ووجد انه هذه الدولة من الاخر كده رفع راسه قدام الدنيا وشاف يعني ايه مصر بلد قوي على المستوى السياسي والديبلوماسي والانساني وبطبيعة الحال حتى تستطيع ان تفعل كل هذه الخطوات فهي قوية جدا على المستوى العسكري بل واقتصادها ايضا جيد وقوي طبقا لمديرة صندوق النقد هي اللي قالت كده مش احنا اللي بنقول كده فده هنا شق المصريين شافوا مصر بتتحرك بهذه القوة مصر عندها هذا الاتساع في دوائرها الحيوية مصر عندها هذه القدرات فهنا حصل ايه بقى التوافق ما بين المجتمع الصحفة والاعلام الدولة لاجل قضية بالنسبة لنا في مصر لا يختلف عليها احد فيبقى هنا زاوية في زاوية تانية ان المصريين شافوا قدام عينيهم من الدولة اتحركت بمنتهى القوة خلال العشر سنين اللي فاتوا انا بكلمك على الدولة الدولة اتحركت بمنتهى القوة خلال العشر سنين اللي فاتوا حتى تغير من واقعنا الاقتصادي والاجتماعي اتحركت في ملف العشوائيات اتحركت في مجال البنية الصناعية البنية التحتية في الرقع الزراعية في قدرات على توفير مياه عن طريق محطات المعالجة والتحلية على ملف الطاقة فاشتغلت على محطات الكهرباء والطاقة الشمسية والرياح وما إلى ذلك فلاقوا أنه الدولة بتتحق حياة كريمة على سبيل المثال الملف الصحي على سبيل مثال آخر ممكن نعد نعدد في الملفات فهنجد أن عندنا عشرات الملفات التي لم يترك فيها ركن واحد إلا وتم الخوض فيه والعمل في داخله فهنا المصريين أصبح فيه عندهم إحساس حقيقي بالثقة تجاه الدولة خد بالك أنه بقول لك إيه؟ ثقة تجاه الدولة شايفين أن الدولة بتتحرك؟ خلي بالك أنه دي دولة لم تقدم الوعود دولة المصريين شايفين أنها لا تعد وإنما تفعل وبعد ما الحاجة تتعامل يتقال لك شفت إحنا عملنا كذا بص إحنا عملنا كذا تابع إحنا عملنا كذا اتفضل روح زور المكان الفلاني المدينة العلانية المجمع الصناعي ده المنطقة الزراعية دي المحطة بتاعة الميا دي محطة الكهرباء دي إلخ إلخ فالمصريين شافوا أنه في حالة كده تقدر تسميها ثورة اجتماعية جوه مصر المجتمع كله بيتغير حتى شكل الطبقات الاجتماعية أو التفاوتات الطبقية بدأت تقدر اللي استطاع تتحرك نحو الأفضل أنا بيقولكش أن إحنا عملنا يعني كل حاجة ممكن المواطن في العالم يحلم به لا لكن شافوا أنه بكل شيء بيحصل فيه تحرك مش زي زمان مش دولة وعود وبعدين يا مولايك ما خلقتيني لا وده شق شق آخر أنه المصريين وبالمناسبة حتى القوى السياسية القوى الوطنية المختلفة زمان كان في حاجة عندنا في مصر اسمها جامعات الضغط السياسي جهنت جنب الأحزاب ولكنها لم تكن جامعات حزبية بالأساس وحركات الضغط السياسي وما إلى ذلك كان جزء من المطالبات الدائمة على أنه يكون لازم يكون في عندنا إشراف قضائي كامل كامل متكامل على الانتخابات فالمصريين شافوا أنه الإشراف القضائي 100% على الانتخابات مش 99% مش 98% ولا 99% وتسعة من عشرة شافوا فيه إشراف قضائي كامل المصري يثق في هيئاته القضائية فبقى سعيد بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات طيب فيه زاوية أخرى ألا وهي أنه أنت عارف مثلا كلنا أظننا عارفين يعني حنا فيه كتير جدا من أهلينا بيجوا من المحافظات بيشتغلوا في المحافظات أخرى مش بس في القاهرة ممكن تلقى من الصعيد وشغال في اسكندرية ممكن تلقى من اسكندرية وشغال في الشرقية ومن الشرقية شغال في سينة وفي سيء وهكذا لقوا إيه لقوا حاجة لطيفة جدا أنا وهي التيسير عليه لأجل أن يضلي بصوته في الانتخابات فأنت عندك تقريبا 361 لجنة للوافدين من غير أبناء المحافظة فأصبح فيه يسر لو جيت جاء شفت كده 361 ووزعتها على السبعة وعشرين محافظة تقدر تحسب متوسط المحافظة الوحدة فيها كام لغنة لجنة أنا آسف للوافدين من محافظات أخرى من هنا أصبح فيه شكل من أشكال التيسير طيب أهلينا وأصدقائنا وأريبنا من ذوي الإعاقة على سبيل المثال أيضا وجدوا فيه تيسير شديد ليهم كي يجلوا بصوتهم في الانتخابات كما جارت العادة هي هي هتلاقي بقى أو كما زي ما احنا بنشوف المشهد في الداخل كده بحكم اليومين دول حصل نفس القصة بالنسبة للمصريين في الخارج فهتلاقي أنه أصبح فيه حاجة كده تقدر تسميها السباء الناس تتصابق للذهاب إلى صناديق الاقتراع أهل الفن أهل الرياضة أهل السياسة أهل الصحافة أهل الحكم زي ما بتقال الكل ذهب لصناديق الاقتراع